السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة محلل قناة ليبيا الرياضية ماذا يقول قلهم منتخب الجزائري في المتناول وهو اضعف حلقة في دورة شمال افريقيا والادى والامر قالهم يعني عمري ما شفت منتخب جزائري بهذا الضعف منتخب ضعيف جدا وقالهم اختمها باش المنتخب الليبي يجب عليه التفكير في المقابلة القادمة شفتوا ونوصلنا كي كنت نهضر ونقول باللي ما عدنا والو وما تسألو في والو وكاسف ريقيا ما تسألوش فيها واي انجاز ينسب الا البالماضي واللاعبين وما ننساوش قانون البهاماس هذه ما نقدرش ننساوها قل لك لا انت خلاط وانتو ما خلاطة وكينا جروب راي تخدم ضد زدشي جزائر كل تخدم ضد زدشي يا دركة شكو اللي جاب لانترينار هذا جاب وزدشي اجبته انا اخي جاب وزدشي صيبو في 18 اكتوبر الفين وعشرين درت فيديو على اللاعبين المغتربين والسياسة الواضحة اللي قصد هذا شي باش لدوزيان موندا باش يزيد عهده ثانية يجب حملة يدير حملة انتخابية يجيب الليبناصيون واللاعبين المغتربين ثلاث سنين ونص ثلاث سنوات ونص لم يجلب ولا لاعب يبا ملا قربة العهده تكتمل لازمنا نسوقوا رواحنا ونبيضوا رواحنا مليح ونديرو الحملة الحملة باش نديروها بلي جوار بناصيونو ونجيبوا اللاعبين المختارفين والمغتربين ونديرو كذا ونبينو بلي زدشي نسم الله وزدشي يخدم الكرة الجزائرية وما يحقرش المغتربين حملة انتخابية فمونتاعش اكتوبر الفين وعشرين شوفوا اش كنت نقول لا يصلحوا العطار ما افسده الدهر لا يصلحوا العطار ما افسده صحيح ان الفيديو كوميدي ومضحك نوعا ما لكن هذا واقع سيد باغي يخدم على الفوت على الحملة على الحملة انتاعه على العهده الثانية يعني نواية واضحة لو بغيت صح نيتك صافية وبغيت تخدم المنتقبات الوطنية والشبانية وتعطي الفرصة لكل الجزائريين سواء في الداخل سواء في الخارج يا اخي حل سهل وبسيط نبدأ ندير مديرية تقنية نخلي لها كل الخيارات ليها وعطيها ورقة بيضة الميدره معطيها ورقة بيضة اللي حب يجيبه 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 ما شرط يجيبه لها لما سيا تاعي يجيب من سطيفي يجيب من صاورة يجيب من اي مكان يجيب من خارج من اوروبا يروح لالمانيا لايطاليا لاسبانيا انجلترا فرنسا انا وش يهمني يهمني المصلحة العامة العامة يهمني المصلحة العامة هذا لا بغي تخدم لكن يا صاحبي انت ثلاث سنين ونص ثلاث سنوات ونص بالحساب ما دل توالو تخدم الا مصالحك الشخصية كاشي بيع كاشي بيع طلع انترناشيونال وبيع هذا هو المصلحة العامة هذه مصلحة خاصة اذا يعني تبه دي لب اعتمان الكلمة محلل قناة ليبيا الرياضية يقول ان هذا المنتخب الجزائري من اضعف المنتخبات في الدورة هو الحلقة الاضعف ريكلم كبير ليبيا تعطينا دروسة ليبيا ليبيا العرب نزيدك المعلومة منتخب الليبي نعطيها لكم هذا بعد ما تأكدنا منها المعلومة وجدتنا مكانش راح يشارك المنتخب الليبي في الدورة هذه مكانش راح يشارك نظرا لي مشاكل عديدة يعرفها العام والخاص تجمعوا التربصات وباش يجمعوا من اللاعبين وديروا تربصات وواواواواوا ظروف قاهرة مكانش راح يشارك هوا فهموا منتخب في حرب في مشاكل سياسية الاغتيلات المشاكل الاخر اسمه البطولة متوقفة مكان ويلو مكان ويلو مكان حتى شي راحوا مكعش لازمنا نشاركوا عنده برئيسة اتحادية ولي هلنأهم بالمناسبة وهذا رئيسة اتحادية انتحم انتحاد الليبي هو اللي طا صفعة اللي جزاكي نقول جزاكي معناها الصفعة العمار بهله في الانتخابات فاز علي بفوز عريض ليبيا لي في الحرب ما علينا ليبيا مكانش راح تشارك ليبيا اوفيسيا مكانش راح تشارك وشاركت ظروف ما عرفوها الحرب كذا الاغتيالات سياسة امور مخلطة مكانش الرياضة البطولة كلش حبس شاركت شاركت وفازت على منتخب اللي عنده مركز سيدي موسى عنده لاعبين في اوروبا مستوى عالي عنده لاعبين في البطولة الجزائرية مستوى عالي كي لاعبين الشباب مستوى عالي منح قروش في الصيف في الصورة بطل بطولة الرديف هو صنادي الصورة الصيف عنده شبان ماشاء الله وفي رقل اخرى باش ملاحق روح تفريق ما جابوهمش لاش امور واحة لاعبين اللي يقولولي مكانش اوروبا كاين في اوروبا لاعبين مستوى عالي مستوى عالي كاين في باير مينيخ كاين في انجلترا كاين اللي يلعبوا في المنتخب باللال انجليزي مش قوليش مكانش كاين علاه من نجيبوهمش وعلاه من نستدعوهمش وعلاه من ندعموهمش في المنتخب الوطني واضحة وضوح الشمس ولاعبين لما سياء وين نديروهم هذا هو حال زد شي لما تسألوا يقول لك ولاعبين توعي وين نديرهم انا كنجيب من المانيا وايطاليا وايسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا ونجيب من سطيف ومن صورة وين نبيحهم ولاعبين توعينايا وين نبيحهم لازم نديرهم انترنسيونال لازم ندير لاعب سيفت اللاعب الدولي لازم يلعبوا في المنتخبات الوطنية اي دي سات اي فاو اي فان تي اي فان ترواو علاش باش نبيحهم هاو بزنيس هاو لازم نين بزنس هاو لازم نينعمر شكارا هاو لازم ندير درهم في جي بي على هنا جاي جاي هذا الاتحادي نتبرع عنها لازم ندخل اموال تي فا شتو كيفا شبتو علاش ذركة ليبيا تعطينا دروس محلل يسخر منها يضحك علينا ليبيا اللي نقروها نعلموها نعلموها كرة تقدم يجي ليبي محلل يقولونا انتوما اضعف فريق انتوما جزائر هذه حصالا شتو نوصلنا شتو نوصلنا رواحنا اتبهدينا ابقاتم معنى الكلمة اتبهدينا ابقاتم معنى الكلمة لو جات في دولة اخرى هاذم 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 مسئولين كرة القادمة ما فيهاش مزيدوش استقالات جماعية مكتب الفيديرالي اوغلوبال كامل كما راح مكتب الفيديرالي كامل كما راح يروح صادركة وشا يديرو يمسح الموس المدرب مدرب هو اللي تحمل المسئولية حالما جبنانوش اللاعبين هو اللي خير استوانا باين مدرب جزائري طبيعة الحال عاي يسكت عاي يحملها ويسكت بصالوجه مدرب اجنبي يفضح المسطور لو يدير معه مقابلة في تلفزيونية ولا مقابلة صحفية يفضح المسطور اما هنه طافي الظاونور ما لاخيان خلصوك شهرة اللي مزاولك طافي الظاو وخلاص ونمسحوها فيك وعف الله مسئل فصاي هاذا هو السيناريو اللي يفوت اللي بيها تعطينا دروس اللي بيها ما كنش راح تشارك بالمناسبة اذا الحمد لله لما تكلمنا في ثمونتاعش اكتوبر الفين وعشرين وقلنا باللي هذي سياسة واضحة هي سياسة حملة حملة انتخابية لعحدة ثانية انتع نجيب البناصيون باش نسكت الافواه حملة مدبرة حملة انتخابية احنا ما نجل ضد لعبين باش الناس تذكر بنا ضد اي لعب احنا نبغيو يكون المنتخب الوطني ملك لكل جزائريين والمنتخبات الوطنية الشبانية ملك لكل ابناء الجزائر سواء في الداخل او في الخارج ليقدر يعطينا اضافة مرحبة بيها اما باش نجيبه فريق نعتمد عليه كامل حجة ماذا الاقل كنعطونا بطولات هذا الفريق لماصية كنعطونا بطولات افريقية قاله وذي نعتمد عليه جابنا الشامبيونزليك جابنا الكوب دولاك نعتمد عليه ما كان والو ولا انجاز اذا الحمد لله ما كناش نكربه على الناس نغلطو نخطئ ونصيب نحن بشر نخطئ ونصيب لكن لما تنبأنا باللي رأي حملة انتخابية بالفعل طلعت حملة انتخابية ولما قلنا باليزادشي باغي دوزيام موندا ماهناش كنان غلطين كان يبغي دوزيام موندا بالضغط على هذي ورقة تاعة المغتربين ويسكت الافواه لكن انا ما تفوتش عليها لاني نعرف النوايا انتخاب النوايا انتخابية ماذا بهم يبقى يعودة ثانية بالفساد انتعوها وبيع اكبر عدد من اللاعبين انتعوهم قلتها ونعودها ارانا ولينا في فريحة باتم معنى الكلمة ليبيا تعطينا دروس مبقاش ليبيا تعطينا دروس مبقاش الكلام الله غالب متقنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة